نتناول الآن المهمات المكتبية سبلايز وهي تعتبر نوع من أنواع المصرفات حيث أنها تمثل الأدوات والمهمات الأوراق والأقلام التي تشتريها المنشأة خلال الفترة بغرض الاستخدام في النشاط فإذا تبقى منها جزء في نهاية العام فإن هذا الجزء يعتبر أصلي لأنه سوف يستخدم في العام القادم لذلك فإن المهمات المكتبية تعالج بنفس الطريقة الأولى لمعالجة المصرفات حيث أن المبلغ الذي يتم سداده عند شراء المهمات المكتبية يسجل ضمن الأصول بينما أن الجزء المستخدم منها خلال الفترة يعتبر هو المصروف الذي يظهر ضمن حساب الأرباح والخسائر فإذا كان لدينا منشأة عبد الله قامت بشراء مهمات مكتبية في أول الشهر الثاني بمبلغ ثمانية ألاف ريال نقدا وفي نهاية العام تبين أن هناك مهمات مكتبية لم تستخدم بلغت ثلاثة ألاف ومئتين ريال معنى ذلك أن المنشأة عندما اشترت المهمات المكتبية سجلتها بثمانية ألاف باعتبارها أصل إلا أن هذا الأصل سوف تقل قيمته في نهاية العام بمقدار الجزء الذي استخدم من هذه المهمات المكتبية هذا الجزء الذي استخدم من المهمات المكتبية هو الذي يعتبر مصروف فمصروف المهمات المكتبية يساوي المهمات المكتبية المشتراه بالكامل نائس الجزء المتبقي أو الذي لم يستخدم منها في نهاية العام أي أنه يساوي 8000 نص 3200 يساوي 4800 ريال هذا المبلغ هو الذي يمثل المصروف وهو الذي يظهر في حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الدخل بينما أن الأصل الذي تم تسكيله عند الشراء كأصل انخفضت قيمته في نهاية المدة فأصبح 3200 فقط هو ده الأصل الذي يظهر ضمن الميزانية في نهاية سنة 1422 نبدأ مع عملية الشراء ونسجل المهمات المكتبية عند شراءها فتسجل على أنها أصل مثلها مثل الطريقة الأولى عند سداد المصروفات فيظهر معنى الأصل مدين اسمه مهمات مكتبية بمبلغ 8000 ريال إلى حساب الصندوق الذي دفع المبلغ وكان ذلك يوم 1-2 إثبات شراء مهمات مكتبية نقدا طبعا نلاحظ أن المهمات المكتبية هنا تمثل أصل في نهاية السنة يتم إجراء قيد تسوية لإظهار مصروف المهمات المكتبية وهو الجزء الذي استخدمه خلال السنة وقدره 4800 ريال ولإظهار هذا المصروف فإن المصروف يظهر مدين من حساب مصروف مهمات مكتبية وقدره 4800 ريال إلى حساب المهمات المكتبية أيضا ب4800 ريال بناء على هذا القيد فإنه قد ظهر مصروف جديد هو مصروف المهمات المكتبية وفي نفس الوقت تخفيض قيمة الأصل اللي كان اسمه المهمات المكتبية تم تخفيضه كان 8000 خفض ب4800 إذن يصبح رصيده الجديد 3200 مرة ثانية ترتب على هذا القيد ظهور مصروف جديد هو مصروف المهمات المكتبية وكذلك نقص أصل المهمات المكتبية إلى الرصيد غير المستخدم في نهاية العام وقدره 3200 اللي هو عبارة عن 8000 ناقص 4800 يظهر المصروف في حساب الأرباح والخسائر ضمن المصروفات ويظهر رصيد المهمات المكتبية في نهاية العام اللي هو 3200 ضمن الأصول في الميزانية تأتي المرحلة التالية في نهاية العام وهي إقفال المصروف الذي يخص السنة في حساب الأرباح والخسائر ولكي يتم إقفال المصروف فإن طبيعته مدين والإقفاله يصبح دائن إذن يكون حساب الأرباح والخسائر هو الطرف الآخر للقيد يعني يكون هو الطرف المدين ب4800 هي نفسها ال4800 إلى حساب مصروف المهمات المكتبية وبذلك يكون تم إقفال حساب مصروف المهمات المكتبية في حساب الأرباح والخسائر في نهاية العام يوم 3012 إذا قمنا بتصوير الحسابات لدينا حسابين حساب مصروف أدوات ومهمات مكتبية وحساب أدوات ومهمات مكتبية هذا الحساب يمثل أصل بينما أن حساب المصروف المهمات هو حساب المصروف المنشأة بدأت في البداية فسجلت المبلغ المدفوع على أنه أصل يوم 1-2 تم إثبات 8000 كلها على أنها أصل من حساب الأدوات إلى حساب الصندوق وفي نهاية العام يوم 3012 يتم تخفيض هذا الأصل بمقدار المصروف أو بمقدار المبلغ الذي استخدم خلال العام وقدره 4800 من حساب مصروف أدوات ومهمات مكتبية يظهر هذا القيد في حساب المصروف في الطرف المدين 4800 يوم 3012 إلى حساب الأدوات والمهمات المكتبية نقوم الآن بترصيد هذه الحسابات بترصيد حساب المصروف سيتضح أن به مبلغ قدره 4800 يوم 3012 أيضا وهلزا المبلغ يقفل في حساب الأرباح والخسائر ويظهر بالتالي ضمن المصروفات كذلك إذا قمنا بترصيد حساب الأدوات والمهمات المكتبية الذي سجل بداية كأصل بـ 8000 تم تخفيضه بعد ذلك بـ 4800 إذن يتبقى فيه 3200 فقط هي التي تمثل رصيد الأدوات والمهمات المكتبية أو التي تمثل رصيد الجديد للأصل بناء على ذلك هذا المبلغ الذي يظهر ضمن الأصول في الميزانية نشوف كده الأثر على حساب الأرباح والخسائر والميزانية بالنسبة لحساب الأرباح والخسائر يظهر ضمن المصروفات فيه مصروف اسمه مهمات مكتبية مستخدمة مبلغ 4800 وهو المبلغ الذي يخص السنة لذلك فإن في الميزانية يظهر حساب أدوات ومهمات مكتبية قدره 3200 بناء على ذلك فإنه في حساب الأرباح والخسائر قد ظهر المبلغ السنوي بينما أن المبلغ الذي لم يستخدم بعد أو الزيادة عن المبلغ السنوي سوف تظهر كأصل لأنه سوف يستخدم في العام التالي ترجمة نانسي قنقر